في إطار الجهود الرامية لضبط حالة النزاع بين مكونات الجيش الوطني وتشكيلاته العسكرية على خلفية النزاع الأخير في مدينة عفريم مطلع الشهر الماضي تتحرك شخصية فاعلة لرأب الصدع وردم الهوة في مساعل تحقيق حالة من الانسجام والتوافق بين تلك المكونات في اجتماع ضم مكاتب العلاقات العامة في فيالق الجيش الوطني بحضور إدارة التوجيه المعنوي توصل المجتمعون إلى تشكيل لجنة من مكاتب العلاقات العامة للعمل على احتواء أي اختلاف يقع بين فصائل الجيش ووضع آليات وضوابط لمنع حدوث الخلافات إضافة إلى تشكيل لجنة مؤلفة من ثلاث شخصيات لمتابعة ما توصل إليه الاجتماع رئيس المكتب الحقوقي في إدارة التوجيه المعنوي قال للتلفزيون سوريا إن الأزمات بين الفصائل دفعت إلى الاجتماع بشكل عاجل لبحث الأزمات ووضع حلول لها وتشكيل لجنة مهامها العمل على نزعفة للأزمة والتدخل السريع لاحتواء أي خلاف يحصل بين الفصائل ووضع آليات وضوابط وقائية لمنع حدوث أي خلافات جديدة كما تم التوافق على صياغة ميثاق شرف ثوري والعمل به بعد إقراره وإعادة الفصائل التي علقت عملها في لجنة رد الحقوق فهل تنجح تلك المتاعي في ردم الهوة بين مكونات الجيش الوطني ونزعفة للخلافات المستمرة منذ تأسيسه الاتفاق الأخير جاء عقب حالة من الانفلات الأمني وعدم الانضباط بين إخوة السلاح من عناصر الفصائل التابعة للجيش الوطني خلفت مواجهات عديدة واشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة لأكثر من مرة راح ضحيتها عدد من القتل والجرحة فهل ستضع الآلية الجديدة حدا لمواجهات واقتتال داخلي أم أن سطوة السلاح وعقلية الفصيل ستبقى طاغية على المشهد في مناطق الجيش الوطني